حياكم الله من جديد نشرح في هذا الدرس عن الوراثة الوراثة في البرمجة فكرة ايش فكرة انه كلاس عنده ميثود معينة وانا ايد اورث هذه الميثود بدل ما اعملها اورثها وخلاص اذا كيف دعني اوضح لك حالة في اسملك يا وافرض انه يوجد عندي وهذا الكلاس اسمه اوبيريشنس اوكي وهذا كلاس بيتو ميثود فبي فاكشن للجمع تستقبل نمبر وان اللي هو دابل ونمبر تو اللي هو ايضا دابل وتعيدنا ايش تعيدنا دابل فالنتيجة ايش هي راح تكون راتيرن ايش نمبر وان نمبر تو فاكشن عندي فاكشن ثانية اللي هي بالنسبة للسبتراكشن ويتكون نمبر وان ماينس نمبر تو هذا حلو جدا عندي فاكشن ميثود وحذي الميثود واحد يدي يعمل انستانس من هذا فيقوله كيفار اوبي انستانس من اوبيريشنس والافضل ان يكون كلاس اسمه يبدأ بكابيتال حتى تتبع النامين كونفينشن اوكي الان اوبي اذا انت ادن تعمل جامع فاتقولك ايه برنت لاين اطبع لي اوبي ايد اجمع ايد اجمع عاشرة مع اثمعاش اوكي هيا بالنسبة للكلاس الاول تخيل انه عندك كلاس اخر وهذا الكلاس يحتوي على multi operation في اسمه وهذا الكلاس يحتوي على اربع ميثودس يحتوي على هذين الاثنين اوكي ويحتوي على ميثودين اضافيات ايش انه وهذا تخص الدف يعني يقسم لك الاول على الثاني وهذا تخص المالتوبليكيشن يعني يضرب لك الاول في الثاني اوكي ولا انت تقول اوكي نعمل نفس الـ operation بالنسوق للنستانس الثاني اللي operation او نسميه مالاوپراشن مالاوبي يكون هو عبارة عن multi operation اللي instance من كلاس المالاوپراشن اللي هو هذا وهذا باربع ميثود سام ساب whatever عنده الدف وعنده المالتوبلاي اوكي اوكي وليست OP هي مال OP هذه يعني في أربع نستانس و أربع نتائج وماكو أي مشكلة بهم ورح يطبع لي احنا ما نتوقع أي مشكلة الآن كلاسين رحيمة بشكل طبيعي الأول عنده 2 ميثود طبعنا بهم الثاني عنده أربع ميثود طبعا بهم لكنه ركزنا هنا قليلا هي هذه 2 ميثود منفسة هذه 2 ميثود هنا ليش أعيد كتابتها إذا هي أساسا موجودة هنا فحتى استخدمها تلك الميثود اللي موجودة في الحالة كل الأعملة فقط أعملها انهرتنس من اللي أعلى من عندي وخلاصا انتهيت يعني كيف يعني انظر هذا الآن النتائج الصحيحة وهي بهذا الشكل فتقول أوكي أنا هذي اللي بتو ميثود موجودات أقدر أخذهم من هذا فقل أوكي أريد أرث الكلاسات الموجودة بهذا فأضغط أكتب نقطين وأكتب اسم هذا الكلاس لكن آن رح تواجهني مشكلة أو مشكلتين الأول إنه هذي two methods اللي أنا ورثتها ما حاجة أعيد كتابتها فأحتاج أنه أزيلها أوكي زيلها الأمر الثاني هذا الكلاس أنا ما أقدر أورثه إذا ما يكون open فأحتاج أنه أمامك كلمة open open بمعنى أنه هذا الكلاس ممكن ورثه الأمر الثالث إنه ماكو constructor يجب أنه أستدعي الـ constructor الخاص بهذا والخاص بهذا حتى هو يعرف ينفذ فانظر كيف الآن ما رح يكون عندي أي مشكلة بالكود ونفس الشيكل لو جد باوعت على النتائج وركزت رح ينطيني نفس النتائج بدون أي خطأ ليش؟ لأنه هذا الكلاس اللي هو multi operation ورث الـ methods الـ to اللي هي الـ sub & div ورث من operations وقدر يستخدم على الـ instance اللي خاصة به بدون أي مشاكل انظر نفس النتائج نثبت نمل debug ونبدأ step by step حتى نفهم إنه هذه العملية كيف جرت إذن خلي نشوف كيف تجري هذه العملية خطوة خطوة انظر الآن instance الأول operation عادي من operation والآن استدعي عدالة الـ sub بالنسبة للـ operation رح يجعي يستدعي عدالة الـ sub بالنسبة للـ operation أوكي نظر نحن لازمنا بالـ operation شي جامي هذا بالنسبة للأول يعني للإنستانس الأول لو جينا استمرينه إستانس الثاني عمل الإنستانس من هذا لكن انظر نفس الوقت اللي عمل الإنستانس من هذا رح يروح يعمل الإنستانس من هداك ليش؟ لأنه هو ورثه فاستدعي الـ constructor مال هذا ورح يستدعي الـ constructor مال الأعلى من عنده ليش حتى ما يواجه أي مشاكل بألعامه الآن ثم ينتقد بعد ما عمل الإنستانس رح يستدعي ذات الـ sum انظر من يستدعي السام رغم أنه أنا ما عندي هنا أي سام رغم أنه الإنستانس الخاص بي هو من multi operation ومالتي أوبريشن ما عندي أي سام لكن رح يستدعي تلك السام لأنه هو ورثه نفسي حالة sub رح يستدعي تلك السام لأنه ورثه استدعي الـ div من عنده واستدعي المالتيبليكيشن من عنده إذن هذا هو مفهوم الوراثة اللي إليك تفهمه إنه هاي متى ما تكون الـ class عند صفات مع عناية ورثه فقط أحاوله إلى open لأنه هو by default الـ class هو final فما ممكن وراثته فتحاوله إلى open حتى تقدر تورثه حتى نقدر شكرا لك وفي أمان الله Plantation 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 Being Б